ما هي أبرز أسباب الخيانة؟ يعني شوفوا هو فيه خمسة نقاط مهمة جداً في أسباب الخيانة خمسة أسباب رئيسية طبعاً أنا صار لي أكثر من ثلاثين سنة ودخلت قضايا خيانات يعني بالآلاف مو بالمئات بالآلاف أقدر ألخصها بخمسة نقاط النقطة الأولى الإهمال وكثرة الغياب يعني إهمال الزوج لزوجته يخلي الزوجة تضعف يمكن تبدي بعلاقة مع رجل إهمال الزوجة لزوجها كذلك يتخلي الزوج يضعف قد يفتح علاقة مع فتاة أو امرأة عادة الإهمال الآن في تفاصيل أنا ما أعرف ليش صار الإهمال هل والله في منصب جديد جاء للزوجة فانشغلت في المنصب والعمل هل في منصب جديد جاء للزوج فانشغل وأهمل زوجته والزوجة قد تكون من ناحية العاطفية وبالتالي هي محتاجة دائماً دعم عاطفي لكنه مشغول بعملة هل الزوج مثلاً عنده أم وأب كبار بالسن ومشغول معاهم أهمل زوجته هل الزوجة مثلاً عندها أطفال وعندها واحد من الأطفال مثلاً يحتاج رعاية خاصة فأهملت زوجها يعني الإهمال في تفاصيل كثيرة ما بيأدخل بالتفاصيل لكن هو العنوان هذا واحد أثنين واحدة من الأسباب التي أنا أشوفها مهمة التي تشجع الخيانات خيانات بمفهوم الزنا ضعف الثقافة الجنسية اليوم مع انفتاح السوشال ميديا والإنترنت والتكنولوجيا فصارت المعلومات الجنسية متطايرة بالفضاء وصار اليوم الحصول عليها سهل 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 جداً طيب لما يكون رجل مثلاً تزوج عمره 27 سنة وقبلها 27 سنة شايف اللي ما ينشاف وبعدين دخل على زوجه متواضعة جداً في الثقافة الجنسية أنه رح يصير عنده ردة فعل لأنه عنده طلبات معينة عنده أشياء معينة تسعده ما قاعد يشوفها طيب بالمقابل نفس الشيء المرأة المرأة الآن لما تتزوج عمرها 25-26 شايف اللي ما ينشاف فلما ييها رجل متواضع جداً في الثقافة الجنسية هنا يصير فيه إشكال وهذه قضايا كثيرة أنا مرت عليه هذا السبب الثاني السبب الثالث قد يكون فيه أسباب تربوية يعني أنا مرت عليه حالات الزوجة خانت فلما بديت أحقق في الموضوع فاكتشفت أنه هالزوجة هالمرأة متربية في بيت كانت تشوف أمها أمها عندها علاقة مع رجال ومرت عليه حالات الزوج يخون فلما أحقق في الموضوع أكتشف لما كان طفل كان يشوف أبوه وكان يشوف أمه تصرخ على أبوه وتعصب على أبوه وتشتم أبوه لأنه كان يخون فصارت الخيانة عندها يعني يعيشها فلما كبر فصار عندها نموذج الأب أنه يخون طيب الآن هذا السيب الثالث أسباب تربوية السيب الرابع الماضي في بعض الرجال وبعض النساء يصير عندهم ماضي ما قبل الزواج وهذا الماضي مفتوح فيه العلاقات ومفتوحة فيه الصداقات وأحياناً الماضي يتعدى الكرة الأحمر طيب هنا يصير إشكالية وأنا عرضت عليه حالات كثيرة لما يصير زواج هنا يصير فيه إشكال بعض الرجال ما يجد أنه الزوجة قاعدة تريحة مثل ما كان هو مجرب في الماضي هو حين قاعد صار عنده مقارنة مع الماضي هذا إذا كان الرجل مثلاً ضعيف إيمانياً ضعيف دينياً خلاص هذا ما يخاف الله فيصير الباب عنده مفتوح المرأة نفس الشيء أنا على فكرة عندي الحالة يعني أنا في الأسباب اللي قاعد أتكلم فيها أنا ما أتكلم عن رجل يعني هي هي القضية ما هي قضية رجولية هي الخيانة في الأخير معصية قد ترتكبها المرأة ويرتكبها الرجل وفي زمن النبي صلى الله عليه وسلم الزنا ارتكب من قبل الرجال وارتكب من قبل النساء فهي بالأخير هو ضعف بشري يمر فيه الإنسان سواء كان رجل أو امرأة السيب الخامس وهذا حقيقة مرأة عليه كثير أنا وهذا مرأة عليه في آخر خمسة عشر سنة أول ما كان يمر عليه هالسبب بس حين بقوله لكم الفجوة الفكرية والثقافية بين الزوجين هذه وين تصير تصير مثلا الزوجين يتزوجون ويصير الزوجة يعني يكمل دراسات عليا ماجستر دكتورا يصير عندها منصب يعني إلى آخر والزوجة باقية كما هي فيصير بعد خمسة عشر سنة زواج لما هي الزوجة بيتكلم مع زوجته ما يحس أنها ماشية معها بنفس الخط فيبدأ هنا يصير يتحمل مرة مرتين ثلاث بعدين يقول حق نفسه أنا ماني مرتاح بالزواج فهو الحين يصير بين نارين بين أنه يعرف لو تزوج ثانية يمكنه في مجتمع ما يقبل الزواج الثاني أو التعدد أو ربما زوجته نفسها ما تقبل وعند عيال فلما يتزوج ثانية قد زوجته تتخذ قرار بدمار هذا البيت ترك البيت وهو ما يبي يدخل هالمعركة ولا يبي هدم بيته ويعرف في نفسه أن القضية بالنسبة له قضية مؤقتة أنا بس أبي وحدة يعني لما أتكلم معها وسولف يعني ماشية معي بالخط وفيه انسجام بيني وبينها وهو يبي هذا الطلب خمس سنين ست سنين عشر سنين بعدين خلاص ما بي أنا خلاص طبعا بعضهم يفكروا في هالطريقة فيقول لك خلاص خليني أنا أدخل هذا الخط وأبدأ في العلاقات المحرمة بس على قد أشوف لي وحدة نفس مستوي وأشبع ذاتي وأشبع نفسي وبعدين خلاص بعدين أرجع حق زوجتي مرة ثانية بعضهم يفكر بهذا الاتجاه عرضت عليه حالات من النساء بنفس هذا الخط أن زوجها يعني مستوى متدني جدا علميا ثقافيا فكريا وهي ما شاء الله تبارك الرحمن يعني تدير مؤتمرات فكرية فتتعرف على الرجل بهذا المستوى فيصير بينهم علاقة وإلى آخره يعني إذن هذه خمسة أسباب أنا أشوفها طبعا رئيسية فوق هذا كله يعني إذا بنحط مضلة للخمسة أسباب اللي تدفع الرجل أو المرأة للخيانة أو الزنا اللي هو ضعف الإيمان كما قال نبي صلى الله عليه وسلم لا يكذب المؤمن حين يكذبه هو مؤمن يعني المؤمن يمر عليه حالات ضعف إيمان لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن فلحفة الزانية يكون إيمانه ضعف 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 لدرجة زيرو الصفر فيرتكب الحرام بعدين يمكن يرجع لعقله يأنبى ضميره يتوب يستغفر بعدما يرجع لإيمان وهذه طبيعة بشرية يعني اللي هي ارتكاب المعاصي اشتركوا في القناة